السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله الوصفة بتاعتنا جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش محشب الكريمة. حاجة كده ولا اروع من كده. بص شكله طحفة. وطبقات بقى وما شاء الله مقرمش من برة وطري من جوة وشرب الشربات. حاجة كده السهل لو سريعة. وان شاء الله هتجرب الطريقة بتاعتي وهتعجبك جدا جدا زي بتاع المحلات بالزبط. ما يفرش عنه اي حاجة. بص ما شاء الله طبقات ازاي. يلا بينا بقى نصلى على النبي عليه افضل الصراط والسلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ كده نشوف مع بعض المكونات. وهقولك على كل حاجة ان شاء الله ستناعي الفيديو. عشان يطلع زي بتاعي المحلات بالزبط. يلا بينا قل بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طبعا نبدأ نعملها الكريمة. معنا نصف كيلو حليب. طبعا الحليب انا كنت غالية وسبته يبرد ايه تماما. بعد كده حطيته بقى زي ما انتوا شايفين كده هضيف بقى نصف كيلو الحليب. تلات معالي انشا. بالمعلقة الكبيرة على شكل هرم. وبعد كده هضيف عليها مكون كده لما وجود عندك حطيه مش موجود خلاص. معلقة كبيرة كريم جنتي. تمام? وهقلب بقى كويس جدا كده. احطه على نار متوسطة لغاية لما يتقل معنا بالشكل ده. بس لازم ايدك فيه على طول وانت بتقلبي فيه كده على النار. عشان ما يتقلش منك جامد ويكلكع ويشت منك من الاعرية والكلام ده كله. فلازم ايدك فيه كده على طول. احط عليه بقى كيس فليليا وهقلب واسيبه بقى يبرد تماما. هنا بقى هنعمل خطوة تانية اللي هو الشرباط. الشرباط معينا تلات كبيات سكر. بالكباية كبيرة زي ما انت شايفها كده. المجل الموجودة في كل بيت. تلات كبيات. وبنفس الكباية اللي عايرت بها السكر هعاير بها المية. يعني تلات كباية السكر يبقى تلات كبيات مية. طبعا الشرباط بتاع الجلاج بيبقى تقيل مش خفيف. ادي تلات كباية مية. طبعا انا غلطت جدا انا عملت السكر الغامق انا مخدتش بيلي خالص لوه غامق كده. انا اول مرة استخدمه واشوف شكله كده الصراحة. فقد الله ما شايف فعل. فطبعا بعد ما حطيت بها تلات كبات المية وتلات كبات السكر هحط عليهم اللمونة الوسط ديت. ماشي هي وسط هي مش كبيرة ولا صغيرة. وحطه على نار عالية وسيبه يغلي او ما يبدأ يغلي معي. هروح الجاية طبعا ايه مهدية عليه النار وسيبه يغلي المدة عشر دقايق. وبعد عشر دقايق هطف على الشرباط وحط له بقى كز الفليليا. واكده خلاص الشرباط جاهز معنا هو كمان. يبقى كده خلصنا من الكريمة. وخلصنا ايه من الشرباط كمان. تعالي بقى نشوف بقى ايه الجلاج بتاعنا. جبت الصاج او صنية اللي هتشتغل فيه براحتك. هروح جاية دهنة كده بالسمنة. شوية حلوين كده عشان خاطر الجلاش يطلع معاك حلو. تمام. وبعد كده بقى هجيب بقى لفتين الجلاش بتوعي. النهاردة انا هستخدم لفتين جلاش. زي ما انتم شايفينهم كده. ماشي. اول لفة فتحتها وحطها جوه فوضة عشان ما ينشفش من الهو انا بستخدمها. واللفة التانية هستخدمها في الكيس بتاعها كده لما اجي استخدمها اطلحها. جيت بقت الوقتي خدت اللفة الجلاش بقى اخد منها على حسب ما انا عايزة. وحطها جوه الفوضة خلي بالك عشان الجو بينشف الجلاش مش هتعرفت استخدميه خالص. فلازم تكوني حطها جوه الفوضة. هاخد منه كده ورقتين ورقتين وادهن. اهو ادي الورقة وادهت تانية قصدها عشان طبعا الصينية بتاعت كبيرة. فايه بتاخد ورقتين قصد بعض. وادهن كده بالسمنة. لو انت حابة تدهين بين كل طبقتين فيش مشكلة عادي. انا عاملة بين كل طبقة وطبقة. هفضل قادهن كده لغاتل ما خلص لفة الجلاش بتاعتي. كده خلصتها اخر ورقة كده معي. دي ايه لفة الجلاش الاولنية. هروح جاي بقى حطك كريمة. طبعا انت لو حاسة ان الكريمة قليلة وانت بتحبيها اكتر من كده. بدل ما انا عملت نص كيلو كريمة اعمل انت لبن اعمل انت كيلو لبن. ماشي. شاكريمة اطلع معاك كتير. لو انت حابها كتير. انا عاملة نص كيلو لبن بس. نبدأ بقى نحط الطبقة التانية. فتحت طبعا لفة الجلاش التانية. وبدأت بقى حطها. وادهن برضو كده. حط ورقتين قصد بعض وادهنهم بالسمنة. طبعا سمنة بلدي زب دائن موجودة عندك تمام. اهو. حط كل ورقتين قصد بعض وادهن. عمتلا ما بدهنش يعني كتير يعني زي ما انت شايفها كده حاجة بسيطة وبفردها. بس عشان يبقى الجلاش معي مورقة. تمام كده. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل كده. اهو. ارص كده كل اتنين جنب بعضيهم. ولما نيجي بقى خلاص على اخر حاجة نبدأ نقطحها مع بعض بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. كده خلص خلصت الجلاش كله. تمام ودهنت الوش بتاعه وقطعته. مرضيتش بقى اجيب لكم المقطع وانا بقطحها ان السكينة كانت تلمى جدا وكانت ضيقان الصراحة وانا بقطحها. فالجلاش عايز سكينة حميا. قطعها كده على طول. هتبقى سهلة معيك. تمام? فانا قطعتها. دلوقتي بقى اشغل الفرن على درجة حرامية وتمانين. ومشغل الفرن من تحت بس ومروحة. وهحطها في الرف الوسطوني. تمام? ولما تطلع بعد نص الساعة كده ان شاء الله. نبدأ بقى نسقي على الشرباط. طبعا الشرباط معانا بارد. والجلاش هيبقى سخن. حلو كده. حطها في الفرن بقى. طبعا اول ما طلعتها كان النور قاطع وبقتش عارفة اعمل ايه. اروح في انواج ابنين. بقت مشكلة جامدة جدا. بس طبعا الجلاش معايا سخنة فلازم اسقيه. والشرباط معايا بارد. فلازم اسقي الجلاش مش هينفع كده. فارحت جاية قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت الكاميرا وفتحت الكشف بتاع الكاميرا. وبدأت بقى اسقي بقى ايه الشرباط زي ما انتم شايفين كده على الجلاش. فا اهو بدأت اسقيها كده. واول لما اسقيها بقى هغطيها مش هقطحت الوقت معاكم عشان ايه انا عايزة واركو برضو شكلها كده في النور. بتبقى عاملة ازاي عمتها شكلها حلوة زي ما انتم شايفينها. تمام بس انا خلاها في النور برضو نقطحها مع بعض ونشوفها. ايه النور جيه الحمد لله بصو ماشو والله عليها شكلها جميل جدا. شكلها تحفة ومرقة كده وحاجة كده جامعة والله العظيم ولا اروع من كده. والسكر بتاعها خفيفة عشان زي ما قلت لك انا حطيت المقدار السكر قدي مقدار المية. ففي جد كانت تحفة وكمان عشان عاملين سامنة بين الطبقات. فكانت مورقة ولذيزة جدا. وكريم من جوه تحفة. هابدأ بقى عيد بس كده تقطيع على التقطيع اللي احنا مقطعينها. تمام. وابدأ بقى طلحة معاكم بقى ووريكم بقى شكل الطبقات والشكل بتاع الكريمة والحاجات الحلوة دي كلها زي ما انتم شايفها كده تحفة. تحفة تحفة. لو انت عايزة كريمة اكتر من كده زي ما قلت لك. اعمل انت كيلو لبن. انا عمنا نص كيلو لبن. انت عملي كيلو لبن عشان يكريمة ابينا كده في النص لو انت حب. تمام اهو. سهلة جدا وبسيطة وماشاء الله عليها والشربات فيها كده تحفة. وجميل جدا. والطعاب راحتك با وتقدميها زي ما انت عايزة. اهو زي ما انت شايفة كده. شايفة الجمال والحلوة. يا رب الوصفة بتاعت الكون عجبتكم النهاردة. سهلة وبسيطة وسريعة. وبجد حاجة حلوة كده ان شاء الله هتدقيها وهتعجبك جدا جدا نعمليها بس بنفس الطريقة. ونتنسونيش بقى باللايك بقى على الفيديو. وما تنسوش تتابعوني دايما على قناتي عالمبخ المسلسبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة